الجزء الرابع والأخير من هذا الفصل هو ورقة العمل Worksheet وهي عبارة عن قائمة يستخدمها المحاسب بغرض المساعدة في عمل ما يسمى بقيود التسويات الجردية ومن ثم إعداد قائمة الدخل وبالتالي قائمة المركز المالي التسويات الجردية سوف يتم تناولها في فصل لاحق وهي تختص بتعديل أرقام المصرفات والإرادات بما يتناسب مع نصيب السنة من هذه الإرادات والمصرفات وهي مرحلة سابقة لإعداد قائمة الدخل والمركز المالي ولكن في هذا الفصل سوف نتناول ورقة العمل بدون هذه التسويات الجردية وذلك بغرض الإضاح فقط أما بعد عمل التسويات الجردية فسوف يتغير شكل هذه القائمة ليتضمن التسويات الجردية ورقة العمل تعد خارج الدفاتر المحاسبية أي أنها ليست جزءا من الدفاتر والسجلات المحاسبية وإنما هي ورقة إضافية مساعدة لعمل المحاسب وتتضمن ورقة العمل مجموعة من الأعمدة لدينا في العمود الأول ميزان المراجعة والذي يظهر به اسم الحساب والأرصد المدينة والدئنة ثم لدينا في العمود الثاني قائمة الدخل والتي سوف تتضمن إيرادات أو مصرفات وإيرادات ميزان المراجعة يتضمن أرصده مدينة وأرصده دئنة الميزانية سوف تتضمن جانب للأصول وآخر للخصوم وحقوق الملكية لدينا بالإضافة إلى ذلك عمودين إضافيين أحدهما خاص بالتسويات الجردية والآخر يكون عبارة عن ميزان مراجعة بعد عمل التسويات الجردية وسوف يتم الإشارة إليهما لاحقا ونقوم بإعداد هذه القائمة فيما يلي باستخدام مثال منشأة عبدالله الذي سبق تناوله نعيد التذكير به هو المثال موجود صفحة 108 وهذا هو ميزان المراجعة المستخرج من منشأة عبدالله في 3012-22 تظهر بمجموعة من الأصول والخصوم والإرادات والمصروفة لإعداد ورقة العمل نقوم بتصطيرها وهي عبارة عن ثلاثة أعمدة رئيسية بالإضافة إلى عمود البيان العمود الأول هذا وكأنه هو عمود البيان ويتضمن أسماء الحسابات لدينا بعد ذلك ميزان المراجعة ثم قائمة الدخل ثم الميزانية ويزيد هنا عمودين كمان عمود التسويات وعمود ميزان المراجعة بعد التسويات ودولا موجودين في الفصل الخامس فيما بعد لكن نكتفي الآن بتناول ميزان المراجعة بدون تسويات يتم تقسيم كل عمود من هذه العمودة الثلاثة الرئيسة إلى عمودين فرايين بالنسبة لميزان المراجعة سوف نجد به أرصد مدينة وأرصد دائنة بينما أن قائمة الدخل سوف نجد فيها مصروفات وإرادات ونلاحظ أن المصروفات في الجانب الأيمن والإرادات في الجانب الأيصر كذلك في ميزان المراجعة المدين أولا ثم الدائن المدين أيمن والدائن في الجانب الأيصر الميزانية تنقسم إلى أصول وخصوم وحقوق ملكية نبدأ باستعراض ميزان المراجعة ننقله كما كان في الصفحة السابقة الصندوق أصل مدين البنك أصل مدين وكذلك السيارات والإيجار المقدم والأثاس إرادة الدعاية والإعلان دائن الدائنون دائن مطبعات وملصقات كمصروف مدين أدوات ومهمات مكتبية كأصل مدين إنارة وكهرباء مصروف مدين مدينون مدين إيجار محصل مقدما هذا دائن لأنه التزام على المنشأة تجاه الغير وجور ورواتب كمصروف مدين وكذلك رأس المال دائن بمبلغ 100 ألف لتجميع الميزان المراجعة سوف نجد أن الإجمالي 390 كما كان في الصفحة السابقة نبدأ بعد ذلك بنقل البيانات الموجودة في ميزان المراجعة سطر بسطر ونضع كل بيان في المكان المناسب له نبدأ بداية بالصندوق فالصندوق عبارة عن أصل نذهب إلى عمود الأصول في الميزانية ونكتب مبلغ 24 ألف وكذلك باقي العناصر لدينا البنك نفس الفكرة تعتبر أصل لدينا السيارات تعتبر أصل لدينا الإيجار المقدم أصل ولدينا الأثاث أيضا أصل إراد الدعاية والإعلان يذهب إلى قائمة الدخل لأنه إراد ويظهر في جانب الإرادات وكذلك أي إرادات أخرى نلاحظ أن البند التالي هو دائنون والدائنون تمثل خصوم والخصوم جزء من الميزانية إذن ننقل هذا الرقم في نفس السطر إلى عمود الخصوم وحقوق الملكية مطبوعات وملسقات كمصروف يذهب إلى المصروفات في قائمة الدخل بمبلغ 6000 أدوات ومهمات مكتبية أصل يظهر في الميزانية ضمن الأصول ب8000 إنارة وكهرباء كمصروف يذهب إلى المصروفات مدينون أصل يظهر في الميزانية كأصل لدينا مدينون بعد ذلك إيجار محصل مقدما ب12000 خصوم يظهر ضمن الخصوم في الميزانية الأجور والرواتب مصروف يظهر ضمن المصروفات في قائمة الدخل بعد ذلك لدينا رأس المال يمثل حق ملكية يظهر في الميزانية ضمن عمود الخصوم وحقوق الملكية بعد ذلك لدينا قائمة الدخل غير مجموعة ولدينا الميزانية أيضا غير مجموعة ولدينا سطر خالي عقب ميزان المراجعة نجمع الآن قائمة الدخل الجانبين نبدأ بالعمود الإيرادات أولا نجد أن مجموعه 254 بينما أن عمود المصروفات سوف نجد أن مجموعه 109 نكتب الرقم الكبير في الجانبين كما كانت ترصيد تماما ثم نكتب الفرق وهو 145000 ال 145000 بالنسبة لنا تمثل صافي الربح الذي حققته المنشأة يتم ضم هذا الرقم إلى حقوق الملكية أي في عمود حقوق الملكية ويظهر 145000 في الميزانية ضمن حقوق الملكية إذا قمنا بجمع جانب الأصول وجانب الخصوم وحقوق الملكية سوف نجد أن الرقمين متساويين 181 181 تأكيدا على أن الميزانية دائما تكون ذات جانبين متساويين متساويين